اشتركوا في القناة رئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النابل الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة استقبل السيد إنمار ديفوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية والوفدة المرافق بمناسبة زيارته للمملكة هذا وقد قدم سيد إنمار ديفوس إلى جلالة الملك المفدى وسام الاتحاد الدولي للفروسية للقادة والذي يعد أول وسام في تاريخ الاتحاد منذ تأسيسه يقدم إلى جلالته وذلك تقديرا وعرفانا للدور الرائد لصاحب الجلالة وجهوده المتواصلة في الاهتمام ودعم وتطوير رياضة الفروسية والحفاظ على تراث وتقاليد هذه الرياضة العريقة ودعم جهود الاتحاد الدولي في هذا المجال وقد رحب جلالة الملك المفدى برئيس الاتحاد الدولي للفروسية وبزيارته للمملكة معربا حفظه الله عن شكره وتقديره على هذا الوسام الذي يأتي في إطار التعاون الوثيق القائم بين مملكة البحرين والاتحاد ومشيدا العاهل المفدى بالجهود الطيبة التي يبدلها سيد إنمار في سبيل الارتقاء والنهوض برياضة الفروسية ودعم برامج وأنشطة الاتحاد لتنظيم مختلف البطولات التي أسهمت في تحقيق نجاحات كبيرة في هذه الرياضة العالمية مؤكدا العاهل المفدى على النجاحات والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في رياضة الفروسية على المستويين الإقليمي والعالمي وذلك من خلال مشاركاتها في مختلف السباقات وتنظيمها للعديد من البطولات الدولية والتي عززت من مكانة هذه الرياضة في المملكة وتطورها وأعطت الصورة المشرفة لكفاءة وقدرة فرسان البحرين وتألقهم في مختلف المنافسات منوها جلالته بأن مملكة البحرين تعد من الدول التي تملك أفضل المرابط للخيل العربية الأصيلة والمسجلة في منظمة الوهو والتي تشتهر بنقاوة سلالاتها وقوة تحملها لسباقات الفروسية حيث تحظى رياضة الفروسية وسباقاتها بشعبية واسعة لدى أبناء المملكة والمقيمين على أرضها وأصبحت جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي البحريني معربا جلالته عن تطلع البحرين ممثلة في الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة إلى مزيد من تعزيز التعاون والشراكة مع الاتحاد الدولي للفروسية خدمة لهذه الرياضة العريقة والتي تحظى بشعبية عالمية كبيرة وقد أكد الملك المفد على الدور المهم الذي تمثله رياضة الفروسية في تعزيز علاقات الصداقة بين مختلف الدول ومد جسور التفاهم والتعارف وترسيخ قيم المحبة بين شعوب العالم متمنيا جلالته لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية التوفيق في زيارته للمملكة من جانبه فقد أعرب رئيس الاتحاد الدولي للفروسية عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفد على ملقيه من حفاوة وترحيب خلال زيارته للبحرين مشيدا بجهود مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك واهتمامها بتطوير ودعم رياضة الفروسية مما أثمر عن تفوق فرسان البحرين وتحقيقهم للعديد من البطولات الإقليمية والدولية كما نوه بما تتميز به مملكة البحرين من تقاليد عريقة مع رياضة الجياد والفروسية مواربا عن تطلع الاتحاد لتعزيز التعاون مع المملكة بما يعود بالخير والمنفعة على الجانبين ويخدم هذه الرياضة جدير بذكر أن الجمعية العمومية لاتحاد الدولي للفروسية أقرت تقديم وسام للقادة الذين يقومون بإسهامات كبيرة على مستوى العالم وقد تم اعتماد تقديم أول وسام للاتحاد لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله لإسهاماته وجهود جلالته في هذا المجال والحفاظ على الجيادة العربية ودعم وتطوير سباقات القدرة في مملكة البحرين